قال الفنان أحمد زاهر بطل مسلسل كلام على وراء أنه استغرب لترشيح المخرج محمد سامي له لهذا الدور فرج لأنه بعيد تماما عنه ولكن سامي استطاع أن يخرج منه شخصية فرج بشكل جيد رغم خوفه من رد فعل الجمهور بالنسبة للشخصية وأضاف زاهر أن تعامله مع هيفاء كان رائعا وذلك لأنها تلميذة ملتزمة وجيدة جدا وهذا سبب نجحها وكانت تحضر قبل التصوير بساعتين وأكد أن هناك عدة عروض لأعمال قادمة ولكني تعودت من فترة أنني لا أعمل إلا عملا واحدا فقط في رمضان وذلك حتى لا أحرق نفسي في أعمال أخرى وحتى يركز الجمهور معي من خلال دور واحد فقط حقيقة الحياة دي موجودة جوا كل كده كلمة كلنا بنطلبها من بعض بس ومنهم هاش ولو قلناها ما بتتصدقش ولو تصدقت وتطلق مش حقيقة ترجمة نانسي قنقر